نكملين معكم بآخر استضافاتنا لليوم من تسعة الصبح والموضوع الأهم هو الذي يستحوذ الآن على اهتمام جميع الأردنيين والذي يتم تداول هذا الموضوع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية بشكل مفصل وبشكل كبير موضوع الإشاعات الإشاعات موضوع كبير وحواليه جدل عميق وجلل سيدنا من أجل هذا الموضوع كتب مقال وكان مقال جلال سيدنا يوم أمس بخصوص هذا الموضوع لنفكك المفاهيم والمفردات ونقف على مفصل هذا الموضوع ومفصليات العديد من الأفكار التي وردت في مقالة جلالة سيدنا نحن نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الخبير التكنولوجي والخبير مواقع التواصل الاجتماعي الأستاذ عبد السلام لقداء أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك كان يشغل شارع الأدني تحتضان بهذا المقال هذا المقال ممكن أضاء على العديد من الأمور ومنها الشائعات وتناقل الأخبار الكاذبة ومن موجودين بالخارج ويتحدثون وزيما بيحكوا بيشيروا وبحطوا زيما بدهم وهم موجودين بالخارج تحدثت قبل قليل ولم يعجب البعض لما قلت أنه مش أنت بالخارج يعني ما بيكون لك السلطة أنك تحكي ماذا يشعر الأردني وأنت بالخارج الشائعات وأسبابها ومشاكلها لما تكون أنت عندك هذه المعلومة ولكن إحنا مشكلتنا ما في عنا جهة حكومية قادرة على إعطاءك معلومة عشان زي ما بيحكوا نخلص من هذه المشكلة أو من الشائعة تحديداً هذا الخطاب ما كان خلفه من مواضيع رسائل بخصوص موضوع الشائعات وتناقل الأخبار الكاذبة خطاب جلال سيدنا الملكم اللي كان بالأمس كان بيحكي يعني أركز بشكل أساسي على موضوع الشائعات وعلى خطاب الكراهية وخاصة يعني احنا شفنا بالأحداث المأساوية اللي صارت قبل ست أيام بالبحر الميت وشفنا قديش كان في حجم هائل من العدوانية وقديش فيه كان فيه نوع من الكراهية وقديش فيه ناس حم بتحاول تفس الفتنة في المجتمع بشكل عام ممكن فيه ناس عن قصد وفيه ناس من غير قصد بيكونوا بتبعوا ناس آخرين مأجورين مأجورين خلينا نحكي الشائعة هي شائعة هي عبارة عن فيروس يعني احنا كنا نعرف الفيروس بأجلس الكمبيوتر بس هلأ بمنصات تواصل اجتماعي الشائعة صارت فيروس وهي مشكلة مش بس موجودة عندنا هنا بالأردن هي مشكلة بكل العالم نحنا قبل فترة مارك نفسه تهدد بي اللي هو مؤسس شركة الفيسبوك وتويتر قبل فترة كمان كانت مهددة بإغلاقها من الزباب الإلكتروني اللي حكينا عنه قبل هيك فالشائعة هي فيروس تنتشر بطريقة سريعة وغيرك أنا دائما بحكي إنه إحنا شحب حساء يعني بنوخد الأمور السلبية ونتفحل معهم ونتعطف معهم عاطفيين فمنتأثر مع الأمور السلبية بينما مثل الاخبار الإيجابية شوي بتكون أروأ بالتناقل بالضبط أروأ بالتناقل نحكي شوي على كيف ممكن نسيطر على الناس اللي بيحكموا من بره هلأ في مسئوليات مسئولية أول شغلة بتكون على الشركات المنصات تواصل اجتماعي نفسها بقالية كيف تسيطر على المنصات وكيف إنها ممكن تحمي المستخدمين من الإشاعات ومن الفتن اللي عم بتصير لأنه شفنا في دول هدمت من وراء السوشيال ميديا وكان سبب الأساسي بيكون ممكن هاشتاغ أو يكون تويت أو غيرها فهلأ ونرجع نحن نقسمها كأقاليم بعدين بالوضع المحلي اللي هو مثلا قانون جرام الإلكترونية قانون جرام الإلكترونية لأنه قانون جرام الإلكترونية هلا بحما يحمينا يتكلمنا بأننا كمستخدمين. يتكلمنا بأن لا نتعرض الإبتزاز و يتكلمنا بأن يصورك بصورة بأي مكان شاف و ينزلها. هذا مختراق لخصوصيتك؟ رأيك موضوع تحديداً قانون الجرام الألكتروني، و ليس معه بأنه يتقيد للصحفيين و الإعلاميين. هذه هي وظيفتهم إيصال المعلومة. فإذا كان هذا القانون جرائم الإلكتروني يحاسب مش شغله بمجال الإعلام التفكتي هو الموضوع أنه اليوم الجميع أصبح صحفي والجميع أصبح إعلامي أيحدة مع كاميرات موبايل سوف هو صحفي فهنا يجب أن يفعل قانون الجرائم الإلكتروني للأشخاص الذين يعتقدون أنهم صحفيين وأنهم إعلاميين يحدد من هو الإعلامي ومن هو الصحفي من الذي يندرج تحت المسمى إعلامي وصحفي ومن ثم يطبق القانون على البقية ولكن جلد سيدني من خلال خطاب وتحدث أن وسائل التواصل الاجتماعي هي مهمة لجميع المواطنين ولو شخصيا من خلال هذه الوسائل استطاع أن يعرف ردة فاعل الشارع الأردني وأن يطلع على أراء واعتقادات المواطنين لكن اليوم نحن لا ننكر أهمية مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من هي الجهات التي يجب أن تسيطر ويجب أن تتحكم بكل ما يتداول من مضامين إعلامية أو مضامين بغض النظر كانت إعلامية أو أيا كانت من هي الجهة التي مخولة أن تسيطر وأن تتحكم بما يبث وما يتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ عندما تنتشر الشائعة، ما هي الأشياء التي ندورها دائما؟ عندما تنتشر الشائعة، دائما ندورها على الخبر الأساس الخبر الصحف فدائما يجب أن يكون لدينا مراجع أساسية التي هي الإعلام الرسمي، نرى الأخبار التي يمكن أن تنتشر شغلة ثانية تغييب الإعلام في هذه الأشياء لفترات متباعدة وطويلة هي التي تخلق الشائعات حيث أن هناك خبر لازم الإعلام الرسمي فيها أو يأكدو لكي تغييب الإعلام الرسمي من موضوع ونرى كثيراً شائعات حدث خلال الفترة الماضية عندما أرى الإعلام، قامت بإنتهى فقط نرحنا إلى إعلامة معينة أن الشائعة أشياءها وقفت أن هذه الأشياء ليست مضبوطة أو أن هذه الأشياء مضبوطة لا يمكننا أن تكون لقضاء القضية نحن تكون قضايا إرهابية تحديداً ومحاربة الإرهاب يكون لدينا عملية تجد هذه الأخبار صعب تنتقل مباشرة إلا عبر ما تخلص هذه العملية ونقدر نحكي وهذه مشكلة كمان ممكن تأثر على سير عملية على القضاء وحتى ممكن فيه أمور ما لازم تكون بسرية فأنت لما بتجيب تنشرح على الفضاء حتى سواء كان مجرمين أو بغض النظر أو أصحاب الأجندات اللي عم بشتغلوا على سياسات السوشيال ميديا لأن السوشيال ميديا صارت تأثر مش بس تأثر على خلينا نحكي على فئات معينة صارت تأثر على كل المجتمع فأنا بحكي كمان مش بس يعني دور كمان الجهات المعنية والمؤسسات برضو كمان إحنا هللا إحنا لما بنيجي إحنا نحكي دايما واحد يبدأ بنفسه بالمجتمع واحد كيف بتعامل هللا كيف أنت بتعملي مع جارك كيف تعملي مع الناس اللي حوليك بمجتمعك بدي كون في لباقة بماسية بروتوكول بروتوكول بالضبط مشان تتواصل بنفس الاشي بدينا نطبقه في المنصات التواصل الاجتماعي هلأ إذا احنا في ناس كثير بيعتبر حالو أنه أنا مخفي وراء الشاشة ما حدا بيعرف من أنا ممكن أنا أقدر أدخل عمل حساب وهمي وهاي الحسابات الوهمية هي كثير ضررة ناس وما فتتعرض ناس كثير للابتزاس تعرض ناس كثير للسرقة كثير ناس عم براقبوا بعض يعني في بيوت كثير انسرقت بس من خلال عارفين أن أهل البيت طالعين فبيجوا بيأخذوا كل الأغراض فهاي كل هالأمور هاي كل هالأمور مجتمعية لازم إحنا نكون حريصين عليها حريصين عليها بكل النواحي بحيث أنه نقدر نحمي حالنا ونحمي المجتمع ككل بأتقادك أنه عدم موجود هناك يعني قوانين نظمة لمن يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني على منطقة المسئولية على أصحاب المواقع يعني الإلكترونية أم على الدولة يعني أصحاب شركة فيسبوك أو مثلا تويتر أو أنه على الدولة نفسها لا لا كل دولة بتختلف أكيد أنظمتها وسياساتها إحنا أكيد جلالة سيدنا مبارح أنه حكى أنه لازم نحط تشريعات لمنصات التواصل الاجتماعي وبرضه مع ضمان حرية التعبير عن الرأي أكيد بس هذا الحكي كمان أنه ما ننظر ببعض يعني ما ننشر الشائعات بشكل كبير اللي هي تأثر على المجتمع إن حرية التعبير عن الرأي المسؤولة يعني اللي يكون الإنسان مسؤول من خلال تعبير من خلال كل كلمة بيكتبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أنا مثلا لا أقيد حريتك ولكن بذات الوقت أنه ما تكتب كلام يسيء ويفاقم المشكلة الموجودة بالأصل وكمان دور الإعلام الإعلام خلينا نحكي والإعلاميين اللي هم يعني هم يعني بمثلوا كل أخبار البلاد وكل شيء يصير في البلاد هم اللي بمثلوا فدور الإعلام لازم يكون الإعلام صادق ويوصل بطريقة مهنية ويتعاملوا معه بكل بشفافية في ناس في وكالات كثيرة عم تنشر أخبار صراحة بتشوف فيها فلاش بتطلع مجرد ما انتشرت طب هلأ سؤال إنه في ناس بس هدفها نتجمع متابعين هدفها نتجيب ناس لعندها بغض النظر في وكالات أعلامية عم بتجيب خلينا نحكي إعلانات تجارية مقابل هدولة بالضبط بتعتبر كل الناس اللي عم بدخلوا عندها عم بتابعوا صفحاتها وعم بتابعوا هم عبارة عن بعدهم فلوس ما بيعدهم لايك إنه كل حدا عم بيجي بيزيد عنده صفحة بتصير عنده هو مقابل عم بعمل إعلانات تجارية عم بيأخذ بدالهم فلوس فحسب كل جهة كيف عم بتفكر فلازم نحط منظومة منظومة متكاملة لصارت ضرورة وحتمية إنه منصات تواصل اجتماعي تدار بطريقة صحة وغير هيك توعية يعني واجب وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم إنها تطرح مواد التوعية بآلية استخدام منصات تواصل اجتماعي المدرسة بالمناهج بالمناهج المدرسة المعلمين لازم يكون في عندهم وعي كامل بآلية استخدام منصات تواصل اجتماعي وبرضو كمان نرجع للأهل والبيت الأهل لازم يتابعوا أبناهم مع مين بتواصلوا وعن بتابع ابنه لازم يتابع سلوكه كيف؟ هل سلوكه مثلا سيئ؟ أنا لازم يعني إذا كان سيئ لازم يصلحه وإذا كان إجابي لازم يدعمه ويعززه مشان يكون كل هذا بلعب دور في أن يكون المجتمع صالح أكيد حضرتك مع تفعيل قانون الجرام الإلكتروني الاجتروني راح ينزل بكافة حيثياته ألا أنا مع قانون صراحة يعني شفي أنا بحكي لك شغلي أنا لأنني أشتغل في مجال الإعلام الاجتماعي وحنا كثير من تواجه بمواجه مشاكل وأنا كثير بيجين تساؤلات عن المشاكل لناس التي تواجهها سواء من تحكير سواء من ابتزاز سواء من آلية كيف ناس تأخذ صور ناس وكيف ناس تتصور ناس بغير حق مشروع وانتنزلها على منصات التواصل الاجتماعي أنا مع هذا الحكي بس مش مع أنه مثلا كمان أن يكون في حد من حرية للتعبير بس حرية التعبير حق مضمون بالدستور لكل أردني أردنية فهذا حقنا موجود سواء كان بشكل مباشر أو كان من خلال منصات التواصل الاجتماعي ولكن ضمن الاحترام وضمن اللي حكينا اللي هي البروتوكولات المتبعة يعني يكون لحماية المواطن وليس لتقييد حرية المواطن بالزبط نعم يعني عبد السلام أضاءنا يعني لو بجزء قليل يعني على أبرز المواضيع ويعني أبرز المضامين اللي يعني وجهها جلالة سيدنا من خلال خطابه بما يتعلق بالشائعات سنتحدث مطولا عن هذا الموضوع في لقاءات أخرى لأنه دهمنا الوقت بنا نشكرك نشكر تواجدك معنا وإن شاء الله يا رب الأردن ينظل بأمن وخير وسلام وابن نرجع نذكر أنه جلالة سيدنا حكى أنه حريط الصحافة صقفة السماء جرام الالكتروني كل الأشخاص اللي قائمين على هذا القانون نتمنى أنه لا يكون كأداء وكوسيلة لتكميم الأفواع وإنما يكون أداء مساعدة للصحافة والإعلام ليحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين لا ليحمي المسؤول نشكرك مرتان يا عبد السلام وشكرا جزيلا طبعا ساعتين يوم على الهواء بالعكس أهلا ونختم معكم بهذه الحكمة نحن لم نخلق للبقاء فاصنع لروحك أثرا طيبا يبقى من بعدك دائما لوحد يحكي والوحد مش عايش طول عمره ولا إذا كان غني رح يأخذ مصري معه ولا إذا كان عنده أولاد كتير رح يأخذها معه هو السمعة الطيبة هو من يتركها من يرحل مش رخص أنك ترحل عن حيا ممكن أن ترحل من مؤسسة معينة مكان عمل مدرسة ويبقى الجميع يتحدث كنت في هذا المكان لك احترامك وتقديرك واحترامك للناس بتمنى لكم هيك بقية نهار ممتع إن شاء الله بكرا بنلقاكم بحلقة جديدة ببداية شهر جديد إن شاء الله هذا الشهر يكون خير كله عليكم إلى اللقاء